موسيقى ارحب بك من جديد صديق المشاهد في رحلتنا مع قصة الكنيسة قصة الكنيسة الاولى كما هي مدونة في سفر اعمال الرسل الذي يمكن ان نسميه اعمال الروح القدس او اعمال المسيح التي لم تتوقف ما زلنا في رحلة بولس الرسول التبشرية الثانية في اصحاح 18 والايات من 12 الى 17 نجد مشهد بولس امام غليون خلينا نقرأ النص مع بعض ولما كان غليون يتولى اخائيا قام اليهود بنفس واحدة على بولس واتوا به الى كرسي الولاية قائلين ان هذا يستميل الناس ان يعبدوا الله بخلاف الناموس واذا كان بولس مزمعا ان يفتح فاه قال غليون لليهود لو كان ظلما او خبسا رديا ايها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم ولكن اذا كان مسألة عن كلمة واسماء وناموسكم فتبصرون انتم لاني لست اشاء ان اكون قاضيا لهذه الامور فطردهم من الكرسي فاخذ جميع اليونانيين سوستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي ولم يهم غليون شيء من ذلك الرب وعد بولس وقال له لا يقع بك احد ليؤذيك كان بيتكلم عن وجوده في مدينة كورنسوس لكن طبعا الوعد لم يشمل الشكوى ضده الا ان استمرار بولس لمدة 18 شهر في المدينة يكرز ويعلم انجيل الله اهاج اليهود بالطبع هذه المرة فاحضروه الى غليون الحاكم الروماني لولاية اخائية اللي هي جنوب اليونان اما عن التهمة اللي رفعوها الى غليون قالولوا ان هذا اللي هو بولس الرسول يستميل الناس ان يعبودوا الله بخلاف النموس وكلمة النموس هنا المقصود بيها القانون لكنهم في مكرهم لم يحددوا هذا النموس او هذا القانون لكن غليون فهم القصد وقال لهم ناموسكم في ايه 15 وهم يعلمون اية مسائل تخص نموس موسى ليست من اختصاصه ليست من اختصاص غليون وهو اعلن هذا بوضوح لكنهم بيحاولوا ان يخضعوه للقانون الروماني بجريمة ضد القانون طبعا كان بولس على استعداد ان هو يدافع عن نفسه وعن التعليم اللي بيقدمه لكن غليون رفض الدعوة واعتبرها باطلة وبولس في رأيه مش مزنب مش مزنب في اي شيء بحسب القانون الروماني لم يكتفي بهذا بل طرد اليهود المشتكين على بولس هكذا واجه بولس ضغوط كثيرة في كورنسوس ويمكن في رسالته الاولى لكورنسوس واصحح اتنين يمكن كان بيشير الى هذا وهو يكتب في اصح اتنين من رسالته الاولى وآية تلاتة واربعة وانا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعدة كثيرة وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الانسانية المقنعة بل ببرهان الروح والقوة واشار بعد كده الى ان هذه الالام استمرت معاه حتى بعد ذهابه الى مجدونية لانه لما اتينا الى مجدونية كتب هذا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة بل كنا مكتئبين في كل شيء من خارج خصومات من داخل مخاوف لكن الله الذي يعز المتضعين عزانا بمجيء طيتوس ولكنه في ذات الوقت تعز الرسول بولس بالاخبار الصارة عنهم اللي نقلها ليه طيتوس في ذلك الوقت واضح انه الجالية اليهودية لم تكن محبوبة او مرغوبة في المجتمع بتكلم برضو عن مدينة كورنسوس فقامت جماعة من اليونانيين وفي الغالب عالموا بشكوى اليهود ضد بولس واضطهادهم ليه وعالموا موقف غليون فاخذوا السستانيس رئيس المجمع وضربوه الحقيقة مش عارفين السبب يمكن مجرد انتقام منهم لاضطهاد المسحيين وفي هذا ايضا لم يتدخل غليون ربما لاعتبار الحدث مرتبط بامور دينية لا دخل للقانون الروماني فيها على اي حال يبدو ان سستانيس هذا قد امن ده اللي بنعرفه من افتتاحية رسالة كورنسوس الاولى وانضم الى كيريسبوس رئيس المجمع الذي امن قبل ذلك بعد كده بعد كورنسوس ذهب الرسول بولوس الى مدينة افسوس في زيارة سريعة لم تكن يعني في الحسبان ان ياخد وقت طويل فيها لكن زيارة سريعة في طريق عودته من سفر الاعمال اصح 18 الى 21 واما بولوس فلبس ايضا اياما كثيرة ثم ودع الاخوة وصافر في البحر الى سوريا ومعه بريسكيلا واكيلا بعدما حلق رأسه في كنخرية لانه كان عليه نزر فاقبل الى افسوس وتركهما هناك واما هو فدخل المجمع وحاج اليهود ده في افسوس واذا كانوا يطلبون ان يمكس عندهم زمانا اطول لم يجب بل ودعهم قائلا ينبغي على كل حال ان اعمل العيد القادم في اوليشاليم ولكن سارجع اليكم ايضا ان شاء الله فاقلع من افسوس بولوس لم يترك كورنسوس بعد برائد غليون ليه بعد ما برأه غليون من شكوى اليهود مازال كان الرسول بولوس في كورنسوس واستمر في خدمته لفترة وبعد كده قرر العودة الى سوريا مرة اخرى وهكذا البشير لو ابي تابع تحركات بولوس من كورنسوس الى افسوس والى قيصرية الى اوريشاليم وبعدين العودة الى انطاكيا صافر معه من كورنسوس اكيلا وبريسكيلا وذهب اولا الى كانخرية وده الميناء الشرقي لمدينة كورنسوس ويبدو انه في كورنسوس نظر نظرا معينا وطال شعر راسه نتيجة هذا النزر وفي كانخرية حلق شعره كنهاية لنذره ويمكن بعضنا بيتساءل هنا عن طبيعة هذا النزر واسبابه وازاي لبولوس اللي بينادي بالحرية من النموس وما يحيط به من الشرائع يخضع لشريعة النزر مع ان البشير لؤى لم يقدم معلومات اكثر عن هذا الامر لكننا نعتقد انه اما نزر لاجل سلامته وسلامة خدمته في كورنسوس او لاجل بركة وسلامة رحلة العودة الوشيكة الى اورشالين صحيح بولوس تحرر تماما من قيود النموس وكان يعلم في كل مكان ان النموس لا يخلص لكن ربما اعتاد على فعل هذا منذ صغره وتربيته في بيت يهودي مضاقق وصل الرسول بولوس ومعاه اكيلة وبريسكيلة الى افسوس واللي مكسوا في افسوس لفترة غير قصيرة بعدها عاداء اكيلة وبريسكيلة الى روما في الغالب بعد موت كوليديوس قيصر سنة 54 ميلادية وعادت رغبة بولوس الطبيعية جواه في خلاص امته اليهودية عادت الرغبة تتقد فيه داخله فداخل المجمع في افسوس وكان يحج اليهود وافوسوس معروف مدينة كبيرة ومشهورة بتجارتها وغناها ومشهورة ايضا بعبادة الاوسان وساعتها في كده الموقع الجغرافي اللي عندما صب نهر كيستر غرب اسيا الصغرى واستصمر بولوس هذا الموقع في الرحلة التبشرية التالتة هنشوف ده بعد كده وجعل منها من افسوس مركز لخدمته لكن المرة دي اضى فيها فترة قصيرة جدا رغم ان يهود افسوس طلبوا منه ان يمكس عندهم زمانا اطول لكن ما كانش لي رغبة وكانت رغبته ان هو يوصل ورشالين في العيد يمكن يعني زيارة الورشالين في العيد ليه علاقة بالنزل بتاعه يمكن النزل كان عليه ان هو يحضر لورشالين قبل مرور تلاتين يوم من حلق شعر رأسه كما كانت العادة ويحرق شعره هناك او كانت لبولوس رغبة ان هو يشوف الحجاك في اورشالين في وقت العيد وديه تكون فرصة مناسبة جدا للكرازة بالانجيل ده يخلينا نأتي الى زيارته الى اورشالين ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة ثم انحضر الى انتاكيا ده آية 22 في اعمال 18 يبقى وصل الرسول بولوس الى قيصرية وده منا اورشالين ومنها صعد الى الكنيسة في اورشالين على بعد 65 ميل ومدناش البشيري لقى الحياة تفاصيل هذه الزيارة لكن متوقع ان هو تقابل مع الرسل او البعض منهم وحتما شاركهم باخبار خدمته خلال الرحلة التانية اللي مرنا بيها ويمكن كانت فرصة برضو للكرازة في اورشالين ومنها رجع الى انتاكيا اللي هي نقطة انطلاقه او الكنيسة المحلية اللي ارسلته وارسلته الحياة في كل ارسلية وبهذا انتهت صديقي المشاهد الرحلة التبشرية التانية لي بعض الملحظات العامة على هذه الرحلة المباركة الملحوظة الاولى ان الغرض الرئيسي كان من الرحلة واضح عند الرسول بولوس وقالوا لبرنابة لنرجع ونفتقد اخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيفهم ده الارناء قبل كده في اصح 15 وآية 36 فبولوس الرب استخدمه في الرحلة الاولى في زرع الكنائس بعض الكنائس وتقديم كلمة الله في اماكن كتيرة يعني في قلوب كثيرة قبلت هذه الكلمة وهو الان مهتم بخدمة المتابعة لكل الذين قابلوا الكلمة احيانا تقيم كنائسنا وهيئتنا خدمات وحملات كرازية او خدمات انتعاشية او احيانا يسميها البعض خدمات النهضة بهدف دعوة الناس الى الحياة الجديدة في المسيح وده امر طيب امر محمود لكن بدون متابعة بتكون الخسارة كبيرة جدا نحتاج ان احنا نعد ونخطط لخدمة كرازية ونحتاج بنفس القدر وبنفس التخطيط والاستعداد لخدمة المتابعة طبعا تشمل المتابعة تعليم الحقاق الاساسية في الايمان والتشجيع على حياة التلماذة الصحيحة واعداد الخدام ملحوظة تانية على هذه الرحلة المباركة الرحلة التبشرية التانية الكرازة في الداخل والخارج الرسول زي ما شفنا عنده عادة يذهب للمجمع اليهودي في اي بلد بيزوره في هذه الرحلة حدث اكثر من مرة انه طرد من المجمع من اليهود غير المؤمنين هل توقف عن الخدمة؟ لم يتوقف عن الخدمة كان بيختار مكان اخر يكون مقر الخدمته بديل للمجمع لما اطرد من المجمع في تسالونيقي استخدم بيت ياسون وفي كورونسوس لما طرد من المجمع نقل خدمته الى بيت يوستوس وتكرر الامر في افسوس كما سنرى في الرحلة التالتة طرد من المجمع فاستأجر مدرسة تيرانوس لمدة سنتين لتكون مقر لخدمته ليه نحن النهاردة المجمع اليهودي قد يمثل لنا الكنيسة واللي يمكن تكون مكان الاول اللي نكرس فيه بانجيل المسيح لكن ما حدث مع بولوس يدفعنا ان لا نكتفي بالنفوس التي تأتي الينا في الكنيسة لكن علينا ان نذهب اليهم في اماكن غير تقليدية نذهب حيص يمكنهم ان يأتوا ده اللي بنتعلمه من بولوس هنا في هذه الرحلة الحاجة التالتة اسلوب الكرازة البشير اللي هو استخدم مجموعة من الافعال علشان يوصف ازاي كان الرسول بولوس بيكرز للناس فمرة يقول يكلم واحيانا يحاج يعني بيتكلم بالحجة والمنطق ومرة تالتة يقول ينادي واحيانا يقول يخنع ومرات كمان يقول يعلن وده بيورينا ان بولوس كان من الكفاءة اللي فيها بيستخدم الاسلوب اللي بيناسب سامعيه منهم اليهود المتدينين منهم الامم والفلاسفة والمؤمنين وهدف الرسالة لن يتغير لكن الشكل والمدخل والمصطلحات والمصطلحات والمحتوى كل هذا ينبغي ان يناسب من نخاطبهم احيانا بنقدم رسالة كرازية رسالة تبشرية يفهمها المؤمنون فقط فما المنفعة لابد ان يتغير اسلوب الكرازة وفقا للموقف وللجماعة المكروز لها مبدأ اخر التخطيط والمرونة التخطيط والمرونة الرسول بولس كان مهتم بالتخطيط والترتيب المسبق وكأنه عنده جدول زمني لتحركاته من البداية كان يقصد يمر على الجهات اللي زارها في الرحلة الاولى لكنه فوجئ ان الروح القدس منعوا ان يتكلم بالكلمة في اسية ونفس الشيء حدث في بيسينية في الغالب لم يكن فيه ترتيب ان يذهب الى مكدونية على الاقل في هذا الوقت لكنه تحقق بالرؤية ان الرب دعاه للبشارة هناك وذهب فكان فيه مرونة منعه الروح ودعاه الرب ان يذهب فاطاع رغم التخطيط المسبق لكن كان فيه مرونة لدى الرسول بولس وبرضو لما راح لآفاسوس لم يمكس عندهم ذمانا طويلا برغم طلبهم منه ذلك علشان كان رغبته ان يكون في أوريشاليم في العيد القادم ومع هذا قضى في اماكن اخرى فترات اطول يعني في آفاسوس رفض ان هو يطيل فترة مكوس وخدمته معاهم عايز يروح أوريشاليم لكن فيه اماكن اخرى زي كورنسوس مثلا قعد سنة ونص يعلم بكلمة الله وهنشوفه في الرحلة التالتة في آفاسوس يمكس ثلاث سنوات وهنا لابد ان نعترف ان قيادة الروح كانت واضحة جدا عند الرسول بولس فجمع بين التخطيط والمرونة وانا بقول هل لينا النهاردة ان احنا نتعلم هذا المنهج في خدمتنا في هذه الايام ما احواجنا احبائي لهذه المبادئ اللي بناخدها من هذه الرحلة المباركة يعني محتاجين يكون عندنا غرض واضح وهو المتابعة بعد الكرازة ده اللي عمل بولس نفتقد اخوتنا كيف هم يكون يكون عندنا مبدأ الكرازة في الداخل يعني في الكنيسة وايضا خارج الاسوار نذهب الى الناس حيث هم ويدين الرب اساليب وطرق جديدة بها نستطيع ان نصل الى اكبر عدد ممكن اسلوب الكرازة ينبغي ان يناسب من نخاطبهم ايه نوعية المستمعين والكلام والمدخل اللي تناسب معهم الهدف واحد الكلام عن محبة الله التي اكتملت في يسوع المسيح وتحققت في صليب وقيمته لكن المدخل والاسلوب والطريقة اللي يقدم بها الرسالة قد تختلف من جماعة الى اخرى والامر الاخير زي ما اشرت يكون فيه تخطيط فيه اعداد مسبق لكن فيه مرونة حسب قيادة الروح والى ان نلتقي في الاسبوع القادم مثل هذا الموعد استودعكم لنعمة القدير والرب معكم اشتركوا في القناة